عيد افتتاح جامع الزيتونة والذي يحوي أقدم جامعة إسلامية هذه المؤسسة الدينية التعليمية مغلقة منذ عهد نظام الرئيس التونسي الحبيب بورغيبة في خمسينيات القرن الماضي واستمر كذلك في ظل نظام زين العبدين بن علي يرجح المؤرخون أن الجامعة بنية قبل حوالى 13 قرن نتابع بعد سنوات من إغلاقها عادت الحياة مرة أخرى إلى جامعة الزيتونة أحد أكبر منارات الدين الإسلامي في شمال إفريقيا مسجد زيتونة الذي يقع وسط العاصمة التونسية والذي يعد أحد أقدم المساجد في تونس أغلقت أبواب الدراسة فيه في ظل نظامي بورغيبة وابن علي لأسباب عديدة وظل فقط مكانا لأداء فارضة الصلاة من يتخرج من جامعة السيدونة هو يتمتع بأخلاق رفيعة وبصدق في القول والإخلاص في العمل ولهذا صاحب السلطة يخشى من كلمة هذا حلال وهذا حرام وما بقع كشفه مؤخرا دليل على ذلك ويعد جامع الزيتونة أحد أقدم الجوامع في العالم الإسلامي وقد لعب الجامع دورا طلائعيا في نشر الثقافة العربية الإسلامية في المغرب العربي حيث ساهم في ميلاد علماء في الدين على غرار عبد الرحمن بن خلدون وشيخ الطهر بن عشور وغيرهما أنهج الذي سيتخذ الآن في جامعة الزيتونة سيكون متينا بحيث سيدرس ما ليقل عن 23 علما من علوم الشريعة وسيدرس فيها الكتب القديمة المعهودة المعروفة جامع الزيتونة يتميز بمعمار رائع وزخرفة ينفرد بها عن بقية المساجد التونسية ورغم أن الزمن تكفل بإطلاف جانب من جماليته إلا أن من دعوا إلى إعادة فتح الجامع طالبوا بالإبقاء على طبيعه المعماري القديم والاكتفاء فقط بترميمه سونيا الوافي NBC تونس